مائل قراجون راموس فاجأ الناس اللي غي عرض عليهم العرض بوحد الشروط معينة حطها الناس اللي غي يجيوا العرس شروطة مكينش خسكين جيتي للعرس ديالو شوفي اللي عجبوني الشروط نمشي إلا ما عجبوكش؟ أنا حين ما فراسي الشروط فراسي أنه سيد نوع سيد تدر الولاد عدنو يتزوج وعرض عليك بعض وطبعاً إحنا العشاق الملكي بدون دعوة مفيكم نفس؟ لا بناتنا ضيارة بناتنا نحن عشاق النادي الملكي هكا ديرين هو على خمسمائة مدعون لا ميعاً لا بقى في المغرب لا بقى في لاليس داتوند هو خمسمة واحد فالشروط وضعهم راموس للناس اللي غي يجيوا العرس ديالو أولاً أولاً هو ممنوع التليفون ممنوع التليفون دخلوا العرس يمكن هذا الشيء حافظ على الخصوصية لا يصور لا يصور لا يصور لا يتمنع التليفون لا يتمنع التليفون لا يتمنع التليفون كيف يتمنع التليفون لا يتمنع التليفون وكيف يتمنع التليفون كانوا يرتاحون قليلاً فإذا بصورتهم خرجت في صورتهم في ساعة ما خرجت الصوارات وشؤون الناس يوجدون نورمان رأيهم خاصوا بيكونوا في المركز والآن كانت كنا فيه خاوية وليس كنا محسوبي والآن كانت كنا نقول شكو اللي صور في هدوك اللي كانوا يقاسي وهذا البوز اللي يخده وأنا لم يخدهه من راسهم أبو تعلا بلع طم واحد مصنهار والجسوي كانوا يخده كل سما ونقضوا أكزاكتما فأنا التليفون بغطاب زي ما أولا كي يحرم على بنادم زي ما يقلس نغمال فمنع التليفون أما هو يدخل ما يدخلش الناس يدخلش التليفون العرس وبالنسبة الشرط الثاني اللي عجيب أنهم ضروري يرتديوا أو يلبسوا مجموعة من الألوان في الزفاف ما يخدهم الألوان محددة يلبسوها في العرس يلبسوا الحمر والليموني والخضر هذا هو السبب لا تقوم بكل مصر للموني لا تقوم بحرات الحمارة لا تقوم بلومي هذا هو العريس والأنوان في برسلونة هذا هو الأنوان في العرش يجب أن ترى الأجواء في برسلونة ما لديك في كاسكيت؟ الباب في برسلون في برسلون في برسلون اليوم الصرف في برسلون هذه الأشترات المستمعية تحضرون العرس على مصر لا تدوش تليفونات لا تدوش تليفونات هذا هو الخبر الذي عندي ومشهور الذي سألته اليوم نبيلا معنا نبيلا معنا نبيلا معنا اللي قد افتتح مهرجان الصويرة اللي غيبدا نهار عشرين وغيسرين نهار ثلاثة وعشرين مهرجان جناو موسيقى العالم هذا العام عند واحد شعار دعوة إلى الصفر موعد كل عشاق نبيلا معنا في النهار ونهار عشرين في الشهر منصة الشاطئ موعد مع نبيلا معان اللي قد تؤدي مجموعة من الأغاني أديالها وعارفين بأنه القيمة مهرجان الصويرة اللي كان في واحد واحد مهرجان صغير ولا مهرجان عالمي كيف لا بدأ مهرجان جناوة وأصبح مهرجان جناوة وموسيقى العالم لأنهم فتح على مختلف الأشكال الموسيقية العالمية والتي عنده الصبغة العالمية مجموعة من الفنانين مجموعة من عشاق جناوة والفيزيون اللي بغينا نقولوا كي اللي يعملوا اليومية ديالهم السنوية على هذا المهرجان موعد يشوفوا هذا الموعد نذكروا أنه مهرجان جناوة يكون ما بين 20 و 23 يونيو مدينة موغادور مدينة الرياح كذا قالوا عنها مدينة الصويرة أخبار أخبرت لموش أخبرت لموش ودفار فوقش أخبرت لموش وأخبرت فوقش ذا قمت بشوجة يشام دا قمت بشوجة لها صوير شغول يشام صوير شو كتلك دا قولت بالصوير كنا نقول أخبرت لمستمعين وأخبرت لمشاهدين أخبرت لي لااااااا لا عب بالصوتي والصورة تكلمني عن طريق مصطفى طارق مصطفى هذا اللعب السابق للمنطخب المصري نجم سابق للحسنين أرشح كل من المنتخب المصري والمنتخب المغربي للمبار poured من الأومب اللي غدا تكون إن شاء الله بإذن الله من فضلك ربها تاريخ يا مصطفى إذا ما هم لا يكونوا في الفينال مغرب ومصر مصر البلد المنظم وقال لك المغرب طبعاً اللعيبة كما نقول بتاعو؟ بتاعو اللعيبة بتاعو اللعيبة بتاعو أو بتاعو كويسة أنا نقول بالدريجون تعتقي اللعيبة دياولو؟ اللعيبة بتاعو 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 كويسة صخصين أنا عاجيت من القاهرة بتاعو بتاعو باش منطولوا بتاعو بتاعو إن شاء بزرمال ما عندهم وارين وعندهم مدرب وار وأسماء كبيرة كويسين وعندهم مدرب كويس قوي وإن شاء الله حيكونوا في النهائي عندهم مدرب مش كويس قوي مدرب قامد قوي قامد يا قامد أنا قطلكم برحات يتملط طبعاً هذا هو الفعل ونتمنى بالفعل أنه ما يكون ستيها كلام على الورق ما كملش أنه المغرب ولي غايد ديها لا هو قاله غايد ديها لا هو قاله غايد ديها لا هو قاله غايد ديها الايه كاميرون قاله swim ينعم ويكون أغنام الفعل راموس تليفون اللاء واللبس الأخضر والحمر الليموني كشروط نبي لمعان في افتتاح ميراجا نقناوة وموسيقى العالم وطارق مصطفى يرشح المنتخب المغربي والمصري للعب النهائي الكندس نبي مصر